ينضم إلينا من كابل مرسل غاد عبدالله نادر إذن عبدالله فتبدو الأوضاع الميدانية لديك الوضع عادي في عاصمة كابل وقد خرج الناس إلى حياتهم اليومية وإلى الأسواق وإلى الشوارع وهم الآن في معيشتهم العادية فيما بدأ النازحون جراء الحروب الأخيرة كذلك من العاصمة الأفغانية وكذلك من المناطق التي هربوا إليها من الحروب الأخيرة بدأوا في العودة إلى منازلهم وإلى أماكنهم الأم فيما خرج الرئيس الأفغاني المغادر والهارب قبل أربعة أيام في أول رسالة بثتها على حسابه في فيسبوك وقال إنه خرج أو غادر البلاد لمنع مؤامرة حيكت لقتله فيما وصف هذه المؤامرة بأنها كانت كارثة وأنها حكها عدو تاريخي لأفغانستان فيما وعد بأنه يجري مشاورات للعودة إلى البلاد وإلى مواصلة وسيواصل النضال للديمقراطية وللحرية فيما أفادت طالبان بأنها تجري مفاوضات ومناقشات في الدوحة لتشكيل هيكلة الحكومة المستقبلية وقال أعضاء المكتب في الدوحة بأن مناقشات ومشاورات داخل المكتب كذلك تجري بين أعضاء المكتب وزعماء الحركة وهناك تقارير أمريكية أفادت مؤخرا بأن مليارات الدولارات التابعة لأفغانستان جمدتها حكومة بايدن لكي أو خوفا من وصول طالبان إلى هذه المبالغ الهائلة وتقول الدفاع الأمريكية بأنها ستسرع في عملية الإجلاء وستزيد وطيرة الإجلاء من خمسة ألاف إلى تسعة ألاف شخص يوميا فيما رأينا عن كثب مطار كابل والازدحام على شوارعها وكذلك على أسوارها كثير جدا حيث لحد الآن هناك تبقى حشود من المواطنين الأفغان ينتظرون الخروج من البلد وهذه الحشود أكثرهم ليس لهم جوازات ولا تأشيرات ولا تذاكر للسفر ولكن لعدم جهة تفهمهم بالعودة إلى منازلهم وأنه لم يتم نقلهم حتى ولو بقوا أياما وأسابيع وأشهر وذلك لأن الحكومات التي تقوم بعملية الإجلاء هي لا تقوم بإجلاء أحد إلا عامليها وموظفيها والمواطنين الأفغان الذين عملوا مع هذه السفارات والمؤسسات الخيرية يبدو الوضع بشكل عام يتحسن يوما بعض يوم والمناقشات والمفاوضات تجري بين الساسة الأفغان وبين عناصر من طالبان فيما وصل أنس حقاني وهو قيادي ميداني مشهور في طالبان إلى كابل وأجرى مفاوضات ولقاءات مع كل من الرئيس حامد كرزي السابق وكذلك رئيس مجلس الشيخ فزلهادي مسلميار كما التقى بالمهندس قلب الدين حكمتيار الجهادي المخضرم وهؤلاء الثلاثة المذكورون هم أعضاء لجنة تنسيق عملية الانتقال كما التقى هذا القيادي مع ساسة أفغان آخرين يبدو أن الحركة هذه المرة لا تريد احتكار السلطة بنفسها أو لنفسها نعم شكرا عبدالله نادر مراسل لقد كنت معنا من كابل ترجمة نانسي قنقر